الله سبحانه وتعالى خلق نظام متكامل مثالي على الكرة الأرضية النظام هذا جزء مهم منه هو الغبات الغبات هي مصدر الأكل للإنسان والحيوان والنبات طبعاً الغبات والنبات هو مصدر غذائي الغبات بالتحديد تلعب دور محوري جداً بالنظام البيئي العالم نعم يعني إلى علاءة طبعاً باستهلاك أو حجز كميات كبيرة جداً من ثاني أكسيديو كربون يلي بيأثر سلبياً على البيئة وإنتاج الأكسيجين الغبات والنباتات بشكل عام تشتغل مثل مضخة تستقبل المياه عبر الجذور ثم تضخة إلى الجو عبر الأوراق بشيء اسمه عملية اسم النتح نعم الترانسفيريشن وهيدي بتوقف الجو وتعيد إنتاج مياه صالحة للاستهلاك البشن يعني بتنهي التلوث يلي بيجي من المياه الوسخة اللي بتوصل بتحافظ على الينبيع على سبيل المثال بتوقف الأتربي مصدر للأخشاب للصناعات يعني الغبات تركن أساسي جداً من هالتنوع الحيوي والبيئي في الكرة الأرضية نعم مهندس حسن هل هناك تصور أو أرقام قريبة للدقة في المنطقة العربية بشكل عام عن تواجد الغابات نعم بالمنطقة العربية المساحة الكاملة للغبات حتى الآن هي 367 ألف كيلو متر مربع نعم أكبر دولة فيها غبات هي السودان يمكن منتعجب أنه تاني أكبر دولة عربية فيها غبات هي الصومال وصف التل نعم مهندس حسن عفوا بهاي النقطة تحديداً هل لما نحكي 1% وجود غابات هي نفسها نفس المصطلح ما يسمى بالرقعة الخضراء يعني هل هناك مثلاً الرقعة الخضراء تشمل يا سيدي الرقعة الخضراء تشمل الغابات وغير الغابات كل شيء أخضر يعني الأشجار المثمرة رقعة خضراء الحضروات رقعة خضراء أشجار الرصيف رقعة خضراء الغابات هي مجموعة الأشجار يلي هي متواصلة ومتماسكة مع بعضها بضمن وحدي بمنطقة جغرافية محددة نعم سؤالي لك مش مهندس اليوم عم نتحدث أنها مسؤولة هذه الغابات عن 80% من التنوع الحيوي تغطي 30% من مساحة الأرض ولكن بنفس الوقت كلنا بنعرف زي ما ذكرت فوائد وجود الغابات لكنها تواجه مخاطر عديدة كيف ممكن نعمل على الاستدامة البيئية لمناطق الغابات برأيك؟ أيوة عم بولنا أنه الغابات تواجه تحديات وحدة منها الخرائق وحدة منها التمدد العمراني يعني الإنسان عم بيتعدى على الغابات مع العلم أنه بالنتيجة هو عم بيأثر سلبيا على حياته بالتعدي هيدا موضوع الفيضانات يلي عم تحصل الرعي الجائر وحده من الأسباب الفيضانات بالجوز القطع الجائر القطع الجائر طبعا كمان عم بيحصل هلا فيه كمان فيه شركات دولية خصوصا بالمناطق الاستوائية عم تتعدى على الغابات ولو تحت سطار القانون لإنتاج مناطق فيها مراعي من أجل إنتاج الحليب واللحمة نعم وأيضا من شان إنتاج يلي منسميه نحن فالمات أويل يلي هي شجر النخيل يلي بيطلع زيت النخيل يلي هو إلو إلو سعر بالسوق ومطلوب كسلعة فبصير فيه كمان اتفاقات مع الحكومات تحت سطار قانوني وعم بصير فيه قطع للغابات للأسف الشديد نعم يعني على عديد من المخاطر والتحديات وعم نشوف كمان يعني محاولة لتكتيف الجهود وتوحيد الجهود العالمية من خلال قمة المناخ أو مؤتمر المناخ اللي يقام بعدة دول هل برأيك التوصيات عم بتكون بالمستوى المطلوب لأنه يتصاعد يعني وتتصاعد الأصوات المطالبة بالوقوف يعني ضد فكرة اجتزاء المناطق الخضراء أو حتى التعدي على الغابات شوفي القرارات اللي عم تطلع قرارات صحيحة ومهيدي بس تطبيقها مش عم بيكون واقعي نعم اطلاقا يعني عم بيطلع قرارات مهمة منها موضوع عدم استخدام الفحم الحجري على سبيل المثال موضوع تكثيف الزراعة لموازنة مصادر ثانية أكسيد الكربون على الكرة الأرضية خاصة من المناطق الصناعية نعم عم بيطلع الحفاظ على الغابات هيدا هيدا على الورق صحيح وإذا تطبق بشكل صحيح نصل إلى نتائج سليمية بس التطبيق ما عم بيكون ما عم بيكون واقعي يعني عم بيغلبوا لسا البشر مصلحتهم للأسف شوفي شوفي عيني هيدا مش مصلحة البشر هيدا مصلحة الشركات نعم مصلحة البشر بالواقع شيء مختلف بمكان آخر تماما بصحة البشر أنه يكون في عندهم بيئة سليمية لألهم ولأولادهم نعم بس الشركات عم تتصرف وكأنه ها مجموعة البشر يلي عايشي على الكرة الأرضية هي آخر جيل من الناس يلي بدوا نعيشوا على الكرة الأرضية في سبيل جني أموال بالتأكيد إذا تابعوا هيكي لن يستخدموها لأنه راح بيموتوا نعم يعني مصيبين نعم نعم دكتور عفوا مهندس مهندس حسن الجعجع المستشار الزراعي نشكر وجود حضرتك معنا وهذه المعلومات الهامة شكرا جزيلا شكرا إليك